اشتركوا في القناة ما رح احكي عن سؤال او عن موضوع لانه في عنا رح نحكي عن الخسوف فعشان هيك رح يكون في شرح طويل فما بدي اطول الحلقة زيادة عليكم بالنسبة للقمر بما انه هو انتقل للقوس في منزلة الشولى ورح يظل في منزلة الشولى لغاية ساعات الفجر بعدين رح ينتقل من منزلة الشولى لمنزلة النعائم من الفجر يعني تقريبا بحدود الساعة ثلاثة فجرا بتوقيت جرينيش لغا رح اه لا قبل هيك وهي منزلة جيدة للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما انه موجود في القوس طبعا هو رح ينتهي خلو المسار ساعة خمسة وستعشر دقيقة مساء يعني بعد الحلقة هاي ببلش يعمل اول زوايا لالو او دخول الرسمي للقوس فهو الان هو في القوس فعليا ولكن لسه في فترة خلو المسار تنتهي خلو المسار حكينا على ساعة خمسة وستعشر دقيقة بتوقيت جرينيش وبما انه القمر رح يكون موجود في القوس رح نشعر بابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم او لا امور العلاقة بالفلسفة والدراسة الدينية من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرات بوسعنا اقتراض مال ودراسة لغة جديدة لاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اما بالنسبة للزوايا ففي عنا زاويتين وهم اساسيات اللي بيجوا قبل حلقة الغد اول زاوية هي زاوية التسديس رح تكون بين القمر وزحل ايجابية رح تكون الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية هاي الزاوية حكينا انه هي رح تكون الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة للزاوية اللي بعديها التي تليها هي زاوية بطيئة زاوية التسديس ايجابية بين عطارد وورانوس رح تكون الساعة 11 او اربع دقائق ظهرا مننشط منباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في نفس الوقت وبتعزز قدرتنا العقلية بيسهل علينا حل وفهم مسائل علمية بتعذر علينا حلها مسبقا منشعر بالثقة وبقوة الحدث انه بتزيد عنا بزيادة الان وهو خلو المسار من المفروض اني انا احكيه بعد حلقة الغد يعني في حلقة الغد ولكن لانه شايف كثير ناس طلبوا بدهم يستفسروا واثنين انه كم الرعب اللي نزل او التخويف من بعض المدعين في علم الفلك وانه شو بديوا يسوي والكوارث اللي رح تصير وانه اقتربت النهاية ومن علاماتهم القيامة ومش عارف ايش وكل هالتخابيص اللي طلعت يعني انا حضرت بعضها ما قدرتش اكمل حسنت حالي مخنوق من حجم الكذب والدجل والجهل برضو في نفس اللحظة وعملية الترهيب بس على اساس انه يعني يكسبوا مشاهدات ولايكات وأشياء تافها يعني بس لأجل المكاسب المالية الان انا ابدأ اشرح لكم الخسوف تحديدا خسوف القمر يعني حتى انتم يمكن اسمعتوا ناس قالت انه كسوف القمر اللي رح يكون يوم خمس ستة يعني هم مش عارفين هو كسوف ولا خسوف تحديدا هو خسوف والخسوف معناها انه القمر والشمس بكونوا بحالة مقابلة اللي هي في زاوية التقابل الكسوف لما بصير في زاوية اقتران وبتكون الارض موجودة يعني هي المحور الثالث وصلت كل معلومة طيب الان احنا بنحكي عن الخسوف بعد اسبوعين من اي خسوف بصير فيه كسوف فعشان هيك الخسوف احنا هذا خسوف هذا الاتصال يعني تحديدا خلينا انه اخذها اول اشي انه في حالة تقابل هي زاوية سلبية اجمالا فبيخلق هذا الاتصال اللي عندنا نوع من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين حسا خسوف القمر اللي راح يكون في القوس لانه دخل القوس خلاص راح يكون فيه تمام الساعة سبعة واحد عشر دقيقة سبعة واثنعشر دقيقة بيبلش مراحله ماشي بيكتمل فيها القمر بصير بدر كامل مكتمل كامل بيحصل خسوف يعني الخسوف هذا ممكن مشاهدته مثلا من كل منطقة الشرق الاوسط مناطق افريقيا اوروبا شرق خصوصا وشرق وجنوب امريكا الجنوبية منطقة المحيط الهادي كلما دولا يعني ممكن يشاهدوه ولكن المفاجأة الكبيرة في الموضوع هاي خلينا نذكرها بعديها يعني احنا بنذكر في المعلومات هاي الان عشان اشرح لكم انا راح يبدأ مراحل خسوف القمر بدخول القمر الى منطقة شبه الظل للارض عند الساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينش يعني ببلش اول مراحل الخسوف في هاي اللحظة ولن يلاحظ ولا يلاحظ اي تغيير ورح يبين القمر كالمعتاد انه قمر عادي مكتمل اضاءته جميلة ليش برح نحكيها وسيصل القمر خلال هاي الفترة للحظة البدر المكتمل عند الساعة سبعة واثنعشر دقيقة بتوقيت جرينش وبيكون قطع نصف مداره حول الارض خلال الشهر وهو البدر الاخير في هذا الفصل اللي هو فصل الربيع قبل حدوث الانقلاب الصيفي وماشي وسيصل خسوف القمر دروته العظمى عند الساعة تقريبا سبعة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينش ما ركزوا معي في هذا الوقت بيكون تقريبا غطى سبعة وخمسين في المية من القرص من قرصه فعشان هيك منسميه شبه ظل للارض يعني انعكاس الارض عليه بيغطي بس سبعة وخمسين في المية هاي النسبة اقل من تسعين في المية عشان تحجب نور القمر فعشان هيك بيسمى هذا شبه الظل يعني كمان مش ظلي لا شبه الظل يعني في شهر العاشر من شهر يناير الماضي كان شبه الظل اختفى في القمر يعني بمعنى اخر انه قرص القمر في فترة ذروة الخسوف لو اطلعت على القمر انت ما رح تستوعب انه هو بالعين المجردة انه في خسوف رح تشوف القمر مضيء النور كامل يمكن هيك شوية غباش على سواد بيجي على اطرافه ولكن ما رح يختفي القمر ولا يعني الاغلب رح يلاحظوا قمر عادي ما رح يشوفوا اوكي يعني ساعة تسعة واربع دقائق بتوقيت جرينيتش بانتهي الخسوف بانتهي المرحلة نهاية يعني استمراره من الساعة خمسة وخمسة واربعين لساعة تسعة واربع دقائق طيب الان بدنا نحكي عن شو التأثيرات الساعة الكسوف والخسوف هم امرين سلبيات يجب الحذر خلالهم من القيام باي خطوة جديدة مهمة في فترة حدوث الخسوف بنحكي احنا قبلها بثلاث ايام بعضيها بثلاث ايام هاي التأثيرات للكسوف وللخسوف دائما سلبيا بتاخد ثلاث ايام تعمل شوية خلل ماشي طيب الخسوف هذا عايش بدي يؤثر هذا بيؤثر اكثر اشي على عواطفنا فاما انها بتعمل فوضى في حياتنا او انها بتتضح الرؤية النا اكثر فبنتخذ اتجاه عاطفي جديد افضل من سابقته بيكون في صالحنا يا اما مننفصل عاطفيا يعني بنكتشف خيانة بنكتشف اهمال بتزيد المشاكل وخصوصا انه الزهرة بتراجع في الجوزاء اللي هو مقابل يعني نقطة محور يا اما انه بتزداد علاقتنا في هذا الشخص ومنحبه اكثر لا الو علاقة بزلازل ولا الو علاقة ببراكين ولا الو علاقة بفيروسات ولا الو علاقة بالعواطف بس ماشي بيأثر على امزجتنا بيأثر على السوائل في اجسامنا انه في حال اكتمال القمر بيكون عنا زياد السوائل كيف البحر بزيد المد فيه جسم البني ادم نسبة عالية جدا بتصل سبعين في المية سوائل فبتزداد هاي الامور فعشان هيك بزداد عنا العنف بزداد عنا الضغط بتزداد عنا العصبية بتزداد عنا الحدية طبعا على حسب كل شخص وين تأثير الخسوف عليه على حسب برجه الان راح نشرحها ماشي فيما يلي ابرز الاشياء اللي بتكوا تحذروا منها على حسب برجكم الحمل يعني هذا بيتك التاسع يعني الخسوف راح يصير في بيتك التاسع مانعته بيأثر على امور السفر فشو ما نقول يجب الحذر من السفر البعيد والاتصالات بما انه ما فيه سفر بعيد لكل الدول يعني دول بسيطة اللي عندها السفر فمنقول جزئية من هاي الدول ممكن يكون عند اللي عندهم سفر بدهم يدوروا بالهم بدهم يبتعدوا عن الاماكن المجهولة برج الثور بدهم يحذروا لانه البيت الثامن لقلهم من اي شراكة مالية ويجب تفحص بوليس التأمين او برنامج الدخار بتكون تعملوه في نفس الايام هاي اللي هي الثلاث ايام هاي الجوزة في الشراكة العاطفية والشراكة العمل يعني ما بين الازواج وما بين شركاء المال يديروا بالهم من الانفعالات لزيادة والعصبية لزيادة والقرارات لزيادة لانه ممكن تنفجر الامور وتصير سلبية ما بين الازواج السرطان هنا انزلنا كمان بيت صار البيت السادس لا لهم بيت العمل والصحة فمنقول لهم في العلاقة مع زملائكم في العمل ويجب الانتباهها ايضا لا صحتكم بما انه العلاقة بالسوائل معناته الشغلة يا الها علاقة باسهال يا سوائل على الرئة يا اما سوائل في الامعة يا اما جرح وبظل ينزف بدك تأخذ اشيه لاله خصوصا اللي باخده مميعات الاسد بيتهم الخامس بيت العاطفة بيت الاحبة مش بيت الزواج بيت اللي بيحبوا بتأثر على العلاقة مع الاحبة اللاسيما مع الابناء وعدم المبالغة في تجربة الحظ المالي يعني احبابكم اللي هي بتنطبق على الغراميات وبتنطبق على الابناء وبرضو ما تجربوا حظكو المالي في هاي الفترة لانه ممكن الخسارة المال العذراء البيت الرابع بيت البيت بيواجهوا المتاعف في امور عقارية او بيتية او عائلية الميزان بيتهم الثالث عليهم الحذر في السياقة داخل المدن علاقتهم مع الاخوة وعلاقتهم مع الجيران برج العقرب هذا بيتهم الثاني بيت المال عشان هيك من قلهم ايش في كل الامور او في الامور المالية الافضل يعني بتكون ديروا بالكم والافضل تجنب شراء اي شيء ثمين القوس بيتهم الشخصي على نفسيتهم فعشان هيك في هاي المرحلة شو من قلهم ديروا بالكم من اي خطوة جديدة بتقوموا فيها و بتكونوا تحافظوا على انجازاتكم القائمة وعلى مصالحكم برج الجدي بيت متاعبهم بدهم يحذروا من الاشخاص اللي بتآمروا عليهم ورا الكواليس او في الخفاء او بيستغيبوهم او بنموا عليهم او اشياء من هذا القبيل الدلو هيك صار في بيت الاصدقاء بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع الاصدقاء لانه ممكن تفتح لهم مشاحنات مع الاصدقاء او سوء تفاهم او نوع من انواع العصبية الحوت بدهم يحرصوا على مصالحهم في مجال العمل وبدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين عنهم طب ما حكينا شيء ما اجاش سيرت زلازل وبركين وطاعون ومرض جديد وبدو يطلب فجاج وبدو ينتقل علينا ومش عارف ايش ما لوش علاقة في هاي الامور وصلت المعلومة طبعا هاي المعلومات رح نعيدها في حلقة الغد ولكن بشكل مختصر مش بالشرح اللي احنا شرحنا الان نرجع لتوقعاتنا بما ان القمر رح يكون موجود في القوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم ستة ستة ماشي رح يكون في تمام الساعة اربعة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل اربعة عشر يوم ما كمل يعني اليوم ما اكتمل اكتمال كامل فاحنا منسميه مكتمل حتى لو ناقص جزئيا اربعة عشر يوم في تمام الساعة اربعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بصير عمره خمستعشر يوم نسبة الاضاءة سبعة وتسعين في المية مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس بما انها في حال التقابل كامل مع القمر في الجوزاء مزاجها منتحس رح تظل يوم عشرين ستة القمر في القوس برضو ليوم سبعة ستة لانه في حلقة سبعة ستة رح نذكره مش في حلقة ستة ستة مزاجه رح يكون منتحس اكيد عطارد في السرطان بيتراجع بده يتراجع يوم ثمانطاعش ستة مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربع عشر مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون هناك نجاح وحض في حياتك العاطفية والعائلية أما بالنسبة للبيتر أول فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية مشحون بطاقة إيجابية خلال هذا اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المال فأنا شايف الاهتمامات المالية بتكون كثيرة إما على مصاريف أو على تحصيل بعض الأموال أو مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو بعض المستردات أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أجواء على مستوى اتصالاتك وتنقلاتك وأمورك ممكن تنشط لغاية ساعات الظهر في هاي الأمور بشكل جيد ولكن أنه بترجع الأمور الروتينية يعني بتكون على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى البيت الرابع بتسبب لك بعض الإرباكات فعشان هي كيف نقول لك بدك تدير بالك ممكن أنه عندك اهتمامات منزلية ديكور تغييرات التزامات مشاكل خلافات وممكن يصير فيه عندك بعض الحدية في الطباع مع أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الأمور برضو حادة شوي يعني بتحمل لك بعض المشاحنات أو ردات الفعل ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو قلق على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا منقدر نحكي جيد خلال هذا اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بدك تدير بالك على صحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي بتدعم من علاقتك بالشريك خلال هذا اليوم لتعمل نوع من أنواع يعني تقارب الأفكار ما بينك خصوصا ما بين شركاء المال وما بين الأزواج أما بالنسبة للأموال المشتركة فأنا شايف البيت روتيني البيت الثامن بالنسبة للبيت التاسع كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة جيد جدا وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبيعمل نوع من أنواع بالتقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة يعني خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة برضو بتدعم من يعني علاقاتك العامة أو علاقات الصداقة ممكن تقارب ممكن دعوي ممكن لقاء ممكن مساعدتك في مسألة ما أو استشارتهم في مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو ضاغط بشكل كبير خلال هذا اليوم فعشان هيك منرجع للبيت السادس اللي ذكرناه عن موضوع الصحة فمنقول لك إنه ما تجهد حالك كثير بالعمال حاول إنك تأخذ قسط يعني من الراحة من وقت لآخر وحاول إنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن يصير فيه نوع من أنواع القلق على صحتك أو على أحد الأحبة برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على رأي الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك إنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم يعني نفسيتك أحسن مشحون بطاقة كبيرة أحسن من الأيام الماضية وخصوصا أن القمر تحرك للبيت الثامن صحيح إنه مش هالطاقة الكبيرة ولكن إنه أفضل من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى مستوى الأمور المالية تقريبا عندك بعض الأمور اللي بتجهد فكرك خلال هذا اليوم ممكن التزامات أو دفعات أو بعض المشتريات أو ضغوط مالية أو مطالبات مالية خلال هذا اليوم في منكو رح يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي عن طريق عمل إضافي أو مستردات أو نوع من الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني يعني اتصالاتك تحركاتك نشاطاتك نقاشاتك كلها روتينية على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الرابع بيت العائلة فأنا شايف الأجواء ضاغطة فعشان هيك هاي بدل على إنه في نوع من أنواع الإرباك أو مشاكل أو خلافات أو اهتمامات أو بعض النشاطات المنزلية تغيير ديكور أعمال تنقيل قلق بسبب إيجار أشياء من هذا القبيل وممكن بعض الأمور اللي بتتعلق في أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية لغاية ساعات الظهر بعدين بصير فيه نوع من أنواع التعاطف أو العاطفة الزيادية أو الاهتمامات العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية برضو على مستوى العمل يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي الأهم أن تتراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم وممكن يعني تحلوا بعض المسائل بشكل مشترك أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا روتيني اتصالاتك لبعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولا أي شيء ممكن يأثر بشكل سلبي أما بالنسبة ل بيتك العاشر فبيت السمعة جيد جدا فبيخليك تنجز كثير من العمال خلال هذا اليوم أو الاهتمامات بينجاز بعض العمال الضرورية والمهمة وفي منك ممكن يهتم بزميله بالعمل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشايف روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن يعني هيك تذايق من تصرف صديق أو معرفة أو يعني لقاء أو اجتماع يعني تشعر هيك أنك انضغطت بسبب هذا اللقاء دعوتك أو مدن داعيتش أو يعني حكوا عليك أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط بشكل كبير فعشان هيك منقول لك بدك تدير بالك على صحتك بشكل جيد إنجز أعمالك وما ترهق حالك كثير وحاول أنك تراقب غذائك وتأخذ قصد كافي من الراحة برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة هاي الفترة سلبية وضاغطة ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا اليوم الطاقة عندك ضعيفة برضو بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ووضعك النفسي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء ضغطة على مستوى البيت الأول ما زالت نفسيتك مضغوطة شوي وخصوصا أنه برضو في الفترة القادمة حكينا أنه في الخسوف فأنت يعني نفسيا متأثر أو متقلب جدا على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء على المستوى المالي في فرص مالية ولكن شايف الدفعات والمصاريف أو المشتريات أو لتفشش بالدفعات أو القلق من وضع مالي هو أكثر إشي مسيطر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا بشوف أنه الوضع روتيني يعني تحركاتك واتصالاتك يعني كلها تقريبا بشكل روتيني خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع يعني الإنزعاج أو بتحب تنطوي على نفسك في بعض الاهتمامات أو بعض المشاغل البنزلية أو العائلية ولكن أنت مزاجك مش مع الموضوع هذا أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا يعني متقلبة عندك خلال هذا اليوم ممكن بترغب أنه أحد الأحبة يكون واقف جنبك أو تقارب معين أو لقاء معين ولكن ممكن الظروف تكون حائل على هذا المستوى ممكن يعني تراجع نفسك في بعض المسائل العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي داعمة بقوة يعني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية أو تنشط في بعض الأعمال خلال هذا اليوم وتنجزها على أكمل وجه وممكن أنك تتراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأموال المشتركة روتيني ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى التاسع بيتك التاسع يعني اتصالات كثيرة ممكن مع خارج البلاد أو مع أشخاص بيقيموا خارج البلاد ممكن تكثر عندك أمور نقاشات أو حوارات تندمج فيها إلها علاقة بالفلسفة أو الدين أو أمور إلها علاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو جيدة على مستوى بيت السمعة بالدعم من سمعتك وممكن يعني يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو اتصال تفقدي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فدخلنا الآن في فترة ضاغطة بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء يتطور خلال هذا اليوم أو يصير فيه نقاش حد أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك منقول لك يعني حاول أنك ما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي بشكل جيد خلال هذا اليوم وما تدخل أماكن مشبوهة أو أماكن أنت ما بتعرف حد فيها برج السرطان إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بدك تكون منظم أحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماط العمل حتى لو اضطريت للعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني روتينية على طبيعتك ما في أشياء حادة ولكن أنه نفسيتك اليوم مش بكامل الحيوية أو الطاقة متردد أو متقلب في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة وبتدعمك على المستوى المالي ممكن تحصل بعض الأمور المالية خلال هذا اليوم ولكن أنه بتكثر عندك المصاريف والدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء على مستوى الاتصالات والمواصلات يعني تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية بتتقلب بالمزاج خلال هذا اليوم مش بشكل كبير ولكن أنه ممكن أنك اتصالاتك وحركتك اليوم يعني تكون على طبيعتها أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء إيجابية بتدعم من العلاقة المنزلية أو العلاقة العائلية ممكن يكون لك بعض الاهتمامات البيتية أو ترتيبات أو تصليحات أو أشياء من هذا القبيل أو ممكن تجهد في بعض الإنجازات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة ومريحة عاطفيا تعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب ولكن في منك رح يراجح حاله عاطفيا أو يشعر بإهمال الحبيب في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية يعني تقريبا مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي بتدعم من شراكتكم تعمل تقارب ما بين الأزواج وما بين شركاء المال أما بالنسبة للبيت الثامن فهاي بتعزز من طاقتك على مستوى الفواتير والالتزامات والدفعات والحسابات ممكن تنشط في بعض الأفكار في منك ممكن يبحث أمور إلها علاقة بالميراث أو أشياء قديمة يعني مثل أمور غيبية أو أمور قصص خيالية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو على مستوى الاتصالات البعيدة تقريبا الأجواء جيدة بتدعمك بقوة بتعمل تقارب ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد بيصير في عندك حب للنقاشات أو لبحث بعض الأمور اللي العلاقة بالفلسفة أو الدين أما بالنسبة إلى بيتك العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقول لك ما تغامر ما تتهور ما تدخل في أشياء مشبوهة وفي نفس اللحظة ما تتأخر عن عملك وما تدخل بأي نزاعات أو خلافات ما بين زملاءك بالعمل أو روساك بالعمل أما بالنسبة إلى بيت الأصدقاء فالأجواء الروتينية تعاملك معهم روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فهو ضاغط بقوة فعشان هيك منقول لك دير بالك على صحتك أهم شيء حاول ما تجهد حالك كثير وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنك ممكن تنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهم الواجبات تجاه العائلة والأحباء حاول أنك تصحح الأخطاء خلال هذا اليوم طبعا بما أنه الخسوف رح يكون في هذا البيت يعني بيت العاطفي فكثير نسبة عالية من موليد الأسد أو اللي طالعهم أسد ممكن يراجعوا علاقة معينة أمي عليها أما بيحبوا مثلا وممكن في خلال اليوم أنهم يراجعوا كثير هاي العلاقة يحاولوا أنه إما أنهم يطوروها لتصل لمرحلة الزواج أو أنه كانوا مستغلين في الفترة هاي عاطفيا ومجهدين فأنه بفكروا أنهم يفصلوا عن الحبيب أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى النفسي نفسيتك أحسن مشحون بطاقة كبيرة خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تلوح بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية خلال هذا اليوم أو دعم مالي أو أشياء من هذا القبيل يعني الأجواء بتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء على مستوى النقاشات والحوارات برضو قوية يعني بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم وفي نفس اللحظة بتنشط عندك الحركة والاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى العائلة ما شاء الله الأجواء يعني بتكون حسب الليفل اللي أنا شايفه بالتقارب تقريبا أنه اهتمامك بكون أعلى للبيت ومنصحك أنك تقارب لأنه تستغل هذا اليوم بشكل أكبر للتقارب للمصالحة للاهتمامات البيتية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم زي ما حكينا هو مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بصير عندك يعني اهتمام ببعض التراجع ممكن تتراجع صحتك أو شوي تشعر ببعض التعب أو عدم الارتياح أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي ما بينك وبين الشركاء خصوصا المال أو العاطفي وبتعمل تقارب واضح ما بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على المستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابية ولا سلبية بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء ضاغطة فممكن أنه يكون فيه خبر شوي يقلقك أو أنك أنت تكون تنزعج على خبر بيجيك من خارج البلاد أو على شخص خارج البلاد أو ممكن أنه يصير فيه شيء إلو علاقة بأشخاص أو بمواضيع أو ببريد أو بمراسلات يعني شوي تستفزك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة قوية بتدعمك ممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل وبتقدر تنجز أعمال بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو قوي برضو بيدعمك بقوة بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك أو علاقاتك وممكن استشارة في بعض المسائل أو أنه مساعدة من طرف ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء ضاغطة عليك خلال هذا اليوم فعشان هيك يعني من قولك ما تجهد حالك كثير صحيا حاول أنك تراقب أكلك بشكل جيد وفي نفس اللحظة خذ قسط كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير وبرضو ما تجازف وتدخل على أماكن مجهولة يعني ما في داعي للمغامرات برج العدراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي طبعا الآن القمر دخل على البيت الرابع لإلك زاوية تربيع معاك فعشان هيك هذا بيت البيت بيسبب لك بعض الضغطات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فالعامل النفسي تقريبا بتكون متقلب خلال هذا اليوم يعني مش مستقر بشكل جيد بيحملك يعني بعض هيك التقلبات النفسية من وقت لآخر أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية تقريبا جيدة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الدفعات أو الاهتمام بتحصيلات مالية أو اهتمامات بحسابات وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى تحركاتك اتصالاتك نقاشاتك حواراتك كلها هاي جيدة جدا خلال هذا اليوم ولكن دير بالك من العصبية في الطباع أو الحدية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني الأجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة ممكن أنه يعني يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو يعني بعض الأشياء الجيدة اللي تدعمك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية ممكن يعني بعض التعب الصحي أو يتراكم عندك بعض الأعمال يعني تفرز الأعمال أنت مهم وغير مهم فأنت تشتغل على المهم وتهمش بعض الأعمال وممكن يعني شوي صحيا هيك يصير عندك بعض الإربكات أما بالنسبة للبيت السابع فالوضع على مستوى الشراك المالية والعاطفية يعني ما بين الأزواج وشركاء المال حاد اليوم فهذا ممكن يسبب نوع من أنواع الخلاف أو ردات الفعل السلبية اللي ممكن أنه شوي تحتد أو تعصب أو تصدر قرارات بدون دراسة كافية أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة أو الأموال اللي ما بتعود لك هذا ضاغط جدا وبتشكل لك نوع من أنواع العبق وممكن اليوم تتحمل مصاريف أو دفعات أو مطالبات مالية وبرضو بتكونوا ديروا بالكم على أموالكم من السرقة أو الضياع أو فقدان بعض مقتلياتكم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني اتصالاتكم البعيدة وتواصلكم مع أشخاص خارج البلاد بتكون على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالجو على مستوى بيت السمعة قوي فهذا بيدعم من علاقاتكم مع زملائكم ورؤساكم بالعمل ممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت الأصدقاء بيدعمك بقوة بيعمل نوع من أنواع التقارب مع الأصدقاء أو المعارف وممكن لقاء معين أو دعوي تتوجه لك إلى هذا اليوم أما بالنسبة للبيت المتاعف فهو ضاغط جدا فعشان هيك ما نقول لكم ديروا بالك على صحتكم ما تجهدوا حالكم كثير راقب وضعك الصحي إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي بنصحك إنك تراجع طبيبك برج الميزان طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات أو الحركة أو الاتصالات يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار يعني بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت الأنظر إلى أجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة اليوم برضو على المستوى النفسي بتدعمك بقوة يعني بتعزز من طاقتك ومن ثقتك بنفسك أكثر وممكن تعمل بعض التغييرات اللي إلها علاقة بالطابع الشخصي يعني قصة شعر فيها أو شغلات اهتمامات شخصية أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على مستوى الأمور المالية ممكن تتحقق بعض الإنجازات المالية خلال هذا اليوم أو الاهتمامات المالية بتكون عندك عالية ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد على مستوى البيت وبيدعمك بقوة وبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن اليوم يعني يكون فيه خبر أو موضوع أو شيء يسعدك بتعلق في البيت أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني منقدر نحكي روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تتعامل بعواطفك بشكل طبيعي أو مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك خلال هذا اليوم يعني ممكن ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل كامل وممكن قلق على مسألة عملية أو أمور إلها علاقة بالقلق الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي وما بين الأزواج بتعمل نوع من أنواع أنواع التقارب الجيد أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك التاسع بيدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مراسلات أو بريد أو يعني أوراق قانونية معاملات كلها هاي الأشياء تقريبا قوية ولصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى بيت السمعة يعني ممكن تدافع عن سمعتك خلال هذا اليوم أو تعزز سمعتك وبرضو في نفس اللحظة بتعمل لك نوع من أنواع التقارب مع زميل في العمل أو مع رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن فيه ساعات ما بعد الظهر تقريبا تحمل لك بعض الأشياء الإيجابية إما تلاقي أو لقاء أو دعوة أو أشياء من هذا القبيل مع أحد علاقاتك أو أصدقائك أو ممكن اتصالات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك منقول لك ما تجهد حالك كثير خلال هذا اليوم راقب وضعك الصحي بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك كون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشي إلى علاقة بدعم مالي أو قرض ممكن تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها بعض الأرباح أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي تقريبا نفسيتك أحسن خلال هذا اليوم مدعوم بطاقة إيجابية أكثر يعني عندك نوع من أنواع الحيوية العالية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني شوي ممكن أنه مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات ولكن قلل من مصاريفك قدر الإمكان لأنه يعني في فترة فيها نوع من أنواع الضغط المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى اتصالاتك وتحركاتك ونقاشاتك يعني بتنشط بالحركة بشكل وافر اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت في ضغط فعشان هيك هذا الضغط بيجي دائما إما تراكم أعمال أو إرهاقات أو خلاف أو قلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو متقلب المزاج ما بينك وبين الحبيب بيحمل لك نوع من أنواع الخلافات أو الحدية أو الإنزعاج من تصرف الحبيب أو إهماله أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني على مستوى العمل والصحة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السابع بدعم من علاقتك بالشريك وبعمل تقارب ما بينكم أو حل مسألة معينة أو تلاقي على نقطة معينة بتكون إيجابية وقوية أما بالنسبة للبيت الثامن برضو بدعمك بقوة خلال هذا اليوم يعني ممكن أنه تنجز بعض الأمور المالية أو الاهتمامات المالية أو تؤتمن على مال أو يطلب منك بعض الأموال أو يجيك نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني شوي ضاغط فنفسيا أنت إما قلق على أشخاص شخص خارج البلاد أو أنه في بعض الأمور المربكة ممكن تأخير بعض الأشياء أو يعني ممكن في نقاشات معينة إلى هلاقة بالفلسفة أو الدين تحتد خلال هذا اليوم ممكن بعض الأوراق القانونية أو المعاملات الشوية تكون برضو تسبب لك بعض الإرباك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة وتعمل تلاقي وتقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن بيحمل لا لقاء أو اجتماع أو شيء له علاقة بلمة هيك ممكن أنت تكون طرف فيها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبتدعم برضو من قدرتك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بنقول لك يعني حاول أنك تراقب غذائك وراحتك بشكل جيد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادرو إلى خطوة جديدة بتدعم مكانتكم الاجتماعية ممكن يحمل لك هذا اليوم انفراج أو تقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور ممكن تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء يعني برضو ما بدناش ننسى الخسوف فعشان هيك شوي بعمل نوع من أنواع التقلب ما بين إيجابي و سلبي طول اليوم على المستوى النفسي عندك يا بمنحك نشاط كامل يعني و ثقة بالنفس عالي يا إما بمنحك نوع من أنواع الإحباط أو الاكتئاب أو الإنزعاج خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية فأنا شايف الأجواء جيدة فممكن تحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم أو الأرباح ممكن بعض الدعم يجيك أو أشياء العلاقة بالهبات والمساعدات أو الدعم بيكون قوي أما بالنسبة للبيت الثالث فتحركاتك واتصالاتك تقريبا على طبيعتها ولكن بيغلب عليك نوع من أنواع الحدية أو العصبية في الطباع حاول أنك ما تدخل بنقاشات حدي وبرضو في نفس اللحظة تسيطر على انفعالاتك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الخلافات أو الأشياء اللي تزعجك بأحد أفراد العائلة أو ممكن أنه شوي تسبب لك نوع من النوع الإرباك في بعض التصليحات أو الترميمات أو الاهتمامات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء روتينية على المستوى العاطفي فما فيه لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل بعاطفتك على طبيعتك بالنسبة للبيت السادس بيدعمك على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تهتم برضو بصحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية بين الأزواج جيد بيدعمك بقوة بعمل تقارب أو تراجع عن قرار سابق اتخذته في الأيام الماضية فممكن يعمل مصالحة ما بينك وبين الشريك بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه روتيني على مستوى الأموال المشتركين ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي إلا أنه ممكن في ساعات الظهر هيك تنشط في الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمامات في أمور تسوق أو أشياء من هذا القبيل خصوصا التسوق البعيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة فهذا بعزز علاقتك مع زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الأصدقاء ممكن اتصالات أو ممكن مشهورة في مسألة معينة أو ممكن أنك تفرح في لقاء أو دعوة حضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء ضاغطة شوي على بيت المتاعب وهي بتسبب لك نوع من أنواع الوهن أو التعب ممكن أنك ما تقدر تنجز العمال على أكمل وجه وممكن أنه يعني تشعر ببعض التقلبات الصحية برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو أنك يلتغي أمر أنت كنت معول عليه خلال هذا اليوم ممكن تعاني من تراجع في المعنويات أو تراجع صحي أهمش أنك ما تحسم أمر هاي فترة سلبية مخيبة للأمال ممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء يعني تقريبا بما أنه ضاغط بيت المتاعب يعني فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي ولكن مش هالضغط الكثير ولكن بسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن في لحظات تتذكر بعض الأمور تتوسوس من بعض الأمور تنزعج من بعض الأمور فتشحن حالك بطاقة سلبية حاول أنك تتجاوز هاي المراحل إشحن حالك بطاقة إيجابية بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي برضو جيدة بتحمل لك بعض المكاسب المالية أو بعض الاهتمامات المالية ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم أو المستردات أو أشياء لها علاقة بالهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فمزاجك حاد جدا هذا اليوم وبرضو أنت متهور في القيادة ممكن أنه اليوم يعني تتعرض لأشي مش جيد مثل عطل أو أمور إلها علاقة بخراب تليفون أو عطل بالسيارة أو أشياء من هذا القبيل انتبه أثناء القيادة ما تدخل بنقاشات حد يعني حاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم تتعامل على مستوى البيت على طبيعتك يعني ما فيه أي شيء نحكي أنه والله مهم يعني وضع البيت بطبيعتك أنت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي بتدعمك عاطفيا وبتعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس يعني إنجاز أعمالك أو الاهتمام بصحتك برضو بيكون بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت الشراكي دعمك بقوة بيعمل تلاقي ما بينك وبين الشريك أو تقارب بالأفكار أو ممكن اليوم يكون فيه هيك مشورات أو أجواء لطيفة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على مستوى الأموال المشتركة يعني روتينية ما بدنا نحكي فيها إيش سلبي ممكن تحمل لك بعض الإيجابية في الساعات الظهر يعني لا اهتمام دفعات أو التزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فبيحملك نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام باتصالات بعيدة أو ممكن بأوراق قانونية أو معاملات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعملك نوع من أنواع التقارب مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وممكن برضو يظهر مسألة تضطر أنك تدافع فيها عن سمعتك ورح تنجح أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالجو تقريبا يعني فيه نوع من أنواع التقلب هيك ممكن تحتد من صديق أو من معرفة أو ممكن أنه يعني هيك تحس في استغابة نميمة أشياء هيك أو أمر يتخذ أو أنت تطلب أمر مثلا من صديق أنه يساعدك فيه فأنه يفشلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه في بداية التوقعات برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسعي الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك ممكن تحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك ممكن تخف الضغوط ويطمئن بالك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية ما فيه أي شيء على المستوى النفسي يعكر مزاجك يعني بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتكون بمزاج جيد بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف أنه في بعض الضغوط أو المسائل المالية اللي بتظهر خلال هذا اليوم دفعات أو إرهاقات مالية أو اهتمامات شوي ممكن أنك تبالغ في مصاريفك كمان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات والتحركات والنقاشات ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتكون بالنسبة للبيت الرابع جيد وبيدعمك على مستوى البيت وبيعمل تقارب أو تلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يعني شوي هيك تهتم ببعض المشتريات أو الملالتزمات أو المستلزمات الضرورية المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا عاطفيا متقلبي خلال هذا اليوم ولكن تحمل لك بعض الاتصالات أو اللقاءات أو بعض الأمور العاطفية اللي ممكن أنت تحقق من وراها مكاسب وممكن الاهتمام في أحد الأحبة أو الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني على مستوى العمل والصحة يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني واهتمامك بصحتك روتيني ما في أي شيء يعني بخوف أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي جيد وبيدعمك بقوة وبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال والعاطفة أو ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن يعني ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم اللي إلها علاقة بالدعم المالي ممكن يعني بعض الأمور يجيك رد عليها أو تهتم في بعض المسائل اللي ممكن تحقق منها بعض الدعم بالنسبة للبيت التاسع لأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو مشتريات من خارج البلاد كلها تقريبا إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر بيدعمك على مستوى بيت السمعة وبعمل تلاقي أو تقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل وممكن تضطر اليوم الدافع عن سمعتك بالنسبة للبيت الأصدقاء تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني وبرضه ممكن يحمل لك بعض اللقاءات أو بعض الهيكي التقابل مع أصدقائك أما بالنسبة للبيت المتاعب فما زالت الأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط فها بتحمل لك نوع من أنواع التقلب ممكن بعض الإرهاقات أو بعض الأمور اللي بتعاني منها فيها نوع من أنواع الصعوبة أنت مش عارف تحددها بالضبط يعني زي إشي قوة خفية هي اللي بتسيطر على الأمور أو اللي بتعركس لك بعض الأمور يعني بتظهر بشكل جلي خلال هذا اليوم هذه الأمور ممكن أنت شوي تشعر ببعض التوعكات الصحية أو بعض الأمور اللي ممكن تقلقا خلال هذا اليوم برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه ما يعني حاول أنك أنت تحافظ على إنجازتك القائمة هدئ من روعك ما تنفعل كثير اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى النفسي أحسن من الأيام الماضية رغم أنها بتحملك بعض التقلبات النفسية ولكنها برضو جيدة وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على المستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم أو ممكن بعض المشتريات أو الالتزامات اللي بتكون عليك بتحاول أنك تحلها بشكل جذري أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات على مستوى الحوارات ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم يعني عندك سرعة بديهة عالية بتغذي كثير من الأمور اللي عندك أو بتعالج كثير من الأمور اللي ممكن تستصعب عليك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو على مستوى البيت تقريبا بلشت تخف وطعتها أو حدتها ولكن ما زال في نوع من أنواع الإرباك إما أنه أعمال أو مسؤوليات أو بعض الظروف الضاغطة اللي بتتعلق في البيت والعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء اليوم يعني شيئا ما أحسن من الأيام الماضية بتقارب ما بينك وبين الحبيب بتعمل تلاقي ما بينك وبينه وممكن اليوم يعني بس تتحسس من مسألة معينة هيك فهي اللي تستفزك وتأثر عليك عاطفيا أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تنجز كثير من أعمالك خلال هذا اليوم ما تتهرض منها حتى لو كثرت الأعمال ما تحاول أنك تأجلها وبرضو في نفس اللحظة يعني في بعض الاهتمامات لأوراق أو معاملات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة بتدعمك أو في دعم ما بينك وبين الشريك أو تقارب أو تلاقي على مسألة معينة أو تعاطف أو ممكن أنه يتراجع الشريك عن قرار معين تخذه بالفترة السابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو برضو جيد بيدعمك على مستوى الأموال المشتركة وبعمل برضو هذا الاشي نوع من أنواع الاهتمام ببعض الدفعات أو الالتزامات أو سداد بعض الأمور أو الديون أو الاهتمام بأشياء لها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يعني تتلقى اتصال أو تجري اتصال أو مراسلة في ساعات الظهر يعني بتعمل نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك خلال هذا النهار وبعمل تقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل وممكن تدافع عن سمعتك برضو بشراسي وتقنع الأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف الأجواء برضو جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهذا بعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين أصدقائك أو معارفك ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون عندك أنت اجتماع أو جمعة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء جيدة خلال هذا اليوم يعني أنت مشحون بطاقة أكثر وهي بتعزز من ثقتك بنفسك صحيح أنه ممكن شوي يعني تشعر ببعض التعب أو تهرب من بعض الأعمال الضرورية أنك تنجزها خلال هذا اليوم ولكن منقول لك أنه عشان البيت السادس ضاغط وهذا برضو له علاقة بالعمل فما تراكم الأعمال عليك وما تتهرب من الأعمال وفي نفس اللحظة يعني راعي راحتك وصحتك بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر